نبدأ بالسؤال الأخير الحكومة بشرت لقاءات ديالها خاصة لقاءات اللي كان علينا لسيد رئيس الحكومة مع النقابات التي تشتغل في مجال التعليم وهناك اشتغل مكتف في هذه الساعة بالضبط هناك اجتماع آخر وكان اجتماع بالأمس والهدف من هذه الاجتماعات كلها كيفما قلت سابقا هو بالاضافة الى جميد النظام الاساسي ديالقطاع التربية الوطنية والتعليم هو الهدف تقدم في مختلف النقط التي مطروحة والتي تتير تخوفات وتتير تساؤلات عند نساء ورجال التعليم فاللي نقدر نأكد الآن هو ان النقاش يسير بشكل مسؤول وجدي وسوف نسرع الخطة من أجل أن نتوصل إلى اتفاق سريع مع هؤلاء النقابات جميعا ولكن نحقق الأهداف ونحقق ما تطلع له رجال ونساء التعليم التي في الحقيقة الحكومة تكن لهم كامل تقدير وتعتز بدورهم المحوري في المجتمع دعم ما تنتشع راقي المنصة بالعكس هناك إقبال كتيف على هذه المنصة التي أطلقتها الحكومة يوم السبت الماضي الآن تهينا من المرحلة لإصدار جميع القوانين وجميع المرسيم والمنصة الآن تشتغل بشكل طبيعي وعادي وتتلقى الطلبات والطلبات التي ستلقى سوف يتم البت فيها بشكل سريع وسوف يتوصل كل من يستحق هذا الدعم برسائل على الأقل SMS التي تؤكد هذا الموضوع فمطمئن للإقاع ديال العمل الموجود الآن على مستوى هذه المنصة الضربة على الدخل إن شاء الله ستكون في قانون المالية السنة المقبلة ويبدأ عليه النقاش إن شاء الله ابتداء من السنة المقبلة شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك